في البداية كيف تقيم ما يحدث بعد أن تجاوزنا الشهرين وما زالت الحرب مستمرة على قطاع غزة؟ يبدو كده أن إسرائيل حتى الآن هي فاشلة في تحقيق أي نتائج على الأرض وأن المؤلاء اللي إدائها لهم الرئيس بايدن لحد نهاية هذه السنة لن يستمروا برضو في النجاح رغم أن المجازر بيحاولوا يزودوها وحروب الإبادة بيحاولوا يزودوها والضغوط اللي بيعملوها لدفع الفلسطينيين في اتجاه الجنوب وفي اتجاه حدودنا ما زادت مستمرة لكن يبدو أن هما لن ينجحوا في تحقيق أي نتائج على الأرض ده الواضح في البداية بالإضافة إلا أن حتى الآن هما لم يحققوا حتى يعني كان في عملية كتنبارح بيحاولوا يحرروا أحد جنودهم الأسرة في عملية مفروض تكون كبيرة أتوقع أن طبعا أن الولايات المتحدة وبريطانيا كانوا مشاركين فيها بالطائرات بدون طيار لكن ما يدروش أن هما يحرروا بل العكس اللي حاولوا يحرروا اتقتل في أثناء المحاولة التحرير وكمان أصيب اتنين من الجنود الواضح أن هما الدول كانوا بدأوا الاقتحام يعني إصابات بالغة لدرجة أن ده اللي أعلق عليه متحدث باسم الجيش الدفاع الإسرائيلي إصابات بالغة طبعا ما عليش في النقطة دي أفندم هل ده مؤشر على أن قوات الاحتلال بدأت يكون عندها معلومات أكتر عن مكان المحتجزين؟ أولا هو أكيد تم تحليل من المحتجزين للإصابقين الطرق الإخفاء والأماكن اللي ممكن يكونوا بيتم إخفاءهم أنا اللي أعرفه برضو أن في نفس الوقت أن حماس ما بتحطش كل الجنود في مكان واحد إنما بيتفرقهم أو كل الأسرة يعني في مكان واحد إنما بيتفرقهم في أماكن مختلفة بحيث أن محدش حتى لو تمت عملية النكحة وألا أتواقع أن في عملية نكحة حتى في المستقبل يعني هتكون برضو مش هتحقل النتيجة وكمان أنا أتواقع أن في رزالة بعضتها حماس في موت الأسير إن أي محاولة يعني أنهما ياخدوا هذا الأسير أو ياخدوا من القوة الجيش القسام أو من مقاومة في نفس الوقت هيكون هذا الأسير ماتور فدي رسائل برضو يعني دي رسائل اللي هي بتبعتهم إن أنت لو حاولت تتحرر الأسير هيتقتل ترجمة نانسي قنقر